بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم احباقي في هذا الفيديو الجديد اللي هنتناول فيه موضوع مهم جدا يعني خلينا نشير في البداية الى ان الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة فيه فيديوهات قليلة جدا متحدثت فيه وده طبعا قد ينم عن بعض يعني ان الموضوع يعني قد يكون مش هزيقول عدم اهتمام ولكن لان كتير جدا من المؤتمين بالموضوع انا من وجهة نظري عددهم مش كبير عشان كده موضوعنا النهاردة بنجد ان فيه قلة من يتحدث عنه اي لغة حاولت تدور كتير جدا على مواقع على اليوتيوب ظهر ان العلماء اللي بيبعارفين اشياء بدأ الناس تبخل بيها فخلينا ان احنا نتكلم النهاردة على تست اكويتنج تست اكويتنج معادلة الصور الاختبارية ممكن مكونش الترجمة الدقيقة لكن الافضل هي معادلة الاختبارات لان الامر لا يتوقف على الصور بس تست اكويتنج احد الابليكيشن تاعت نظرية الاستجابة المفردة نظرية الثمات الكامنة نظرية القياس الحديثة هو احد التطبيقات لانه له طريقة خاصة به عند اجراء تست اكويتنج ده مش معناه ان الكلاسيكال تست سيري ملهاش وجهة نظر وجهة نظر وحنشوفها حالا خلينا عشان ما نطولش الفيديو وفي نفس الوقت يعني نحاول ان احنا نركز على الاشياء المهمة تعالى نتنعرفكم مرة تانية احنا هنتكلم في ايه معجل استاذ دكتور محمد حبش حسين استاذ الاحصاء والقياس النفسي والطربوي كلية تربية جامعة سكندرية ودايما نقول لك لو عجبك الفيديو عمله لايك تقرى في حد يستفيد بيعمله شير في جميع الاحوال فلوس الذي هو اتنسى تعمل السبسكرايب هنتكلم عن ايه ؟ اكيد هنتكلم عن تستأكويتنج الصور المختلفة تستأكويتنج اهميته ايه خطوات تنفيذ التيستأكويتنج 過 زي حت لتستأكويتنج ثم هنتكلم على الصور المختلفة tradicional كطريقة لعمل التيستأكويتنج ثم تنتقل بعد حكذا للملتيلوج او لبلوتيمس ايتم الثاني تعال بسرعة نقول لحضرتك اولا يا انيو معدد الصور اختبارية كتير جدا من الاحوال في كتير جدا احنا احيانا بنهتم بالفكرة ان احنا نعد اكتر من صورة من الاختبار يعني يكون الاختبار اكتر من صورة او حتى وهذا الامر يعني ريت ان حضراتكم وانتو بتسمعوني تتأملوا في واقعنا مش شرط يكون الاختبار سور مختلفة من الاختبار لكن ممكن يكون اختبار مجموعة من الاختبارات تقييس نفس السماء يعني سأل حضرتك نفسك سؤال عندنا كم اختبار بياقيس self-esteem او self-efficacy او life of quality of life عشرات المقييس وحيانا بنستخدم دراسات وحيانا بنستخدم دراسات وانحنا بنقارن نتائج الدراسة دي بالدراسة دي هل المقارنة مصالحة هل معنى الدرجة على المقييس ده هو تكافئ معنى الدرجة على المقييس الاخر المقابل للدرجة دي هل ممكن نلاقي لينك او يبقى اذا احنا اللي عايزين نقوله ان الهزف اسف كتير جدا فهم خطأ ان تستي اكويتنج معناها عندي صور اختبارية صحيح لكن لو عندك اختبارات مختلفة بتقييس نفس الكونستراكت نفس التكوين الفردي ممكن تعملها تستي اكويتنج يبقى ما هي تستي اكويتنج هي عبارة عن اجراء احصائي السلوب احصائي بيهدف ان احنا نقارن بين الدرجات المختلفة على مقييس مختلفة او صور اختبارية مختلفة بحيث نجعل هذه الدرجات توضع على نفس المقياس او على نفس الميزان يعني عندي اقدر اقارن بين هذه الدرجات يبقى ببساطة احنا عندنا صور اختبارية مختلفة ايوة وممكن يعني يكون نفس الاختبار الاكثر من صورة وعمل له تستي اكويتنج صحيح ويكونك في نفس الوقت عندي اكتر من اختبار بيقيسوا نفس السماء صحيح خلي بالكم نقطاتون من دولة لان كتير جدا من اللي بتكلم عن تستي اكويتنج بيفترض انها لازم تكون صور لنفس الاختبار لا ممكن يكون اختبارات مختلفة تقيس نفس السماء وحنشوف دلوقتي شروط التستي اكويتنج لما نجي نتكلم عليها حالا يبقى اذا يمكن هدفنا ان انا يعني اقارن بين الدرجات التي نصل اليها عن طريق مقاييس مختلفة نضحهم على نفس السكيل نضحهم على نفس الميزان عشان تجدها عندما يوجد اكثر من اختبار ايوة واكثر من صورة لنفس الاختبار نعم اللي اتنين اللي اتنين اوكي طب جميل جدا ما اهمية الكلام ده اهميته طبعا بالضرورة ان انا لو بعمل بنك اسئلة بنك الاسئلة انا عايز ان انا احط في اسئلة جديدة عايز الاسئلة الجديدة عايز اعرف ايه موقعها ايه السكيل بتاعها الميزان بتاعها فبتالي لازم اعملها تستي اكويتنج علشان خطر احطها في المكان المناسب بنوك الاسئلة بنوك الاسئلة ليس هو عبارة عن مجموعة من الاسئلة زي ما انا عمل فيديوهات قبل كده وبنعمل دورات تدريبية بقولي ان بنك الاسئلة هو عبارة عن اسئلة تم تدريجها وفق النظرات تجابها المفردك اذا لما هضيف عليه اسئلة جديدة لابد اعرف ان الابارات الجديدة لحطوا ضغف ديك ما هو موقعها او هو مكانها في بنك الاسئلة دي حاجة لو انا كمان بعمل ايتم ديف او ما يسمى ديفرينشل ايتم فانكشن قبل ما اتكلم على الاداء المتمايز او الاداء الفارق للمفردات لازم اتأكد ان المفردات دي يعني متكافئة ما ممكن يكون انها يعني لو بقارن بين الذكور والاناس اقوله والله لا المفردات دي متميزة بتحابي الذكور او بتحابي الاناس مين قالك هل انت تأكدت ان المفردات دي بتعمل يعني ان الذكور والاناس الاثنين المهم نفس القدرة او نفس السمة في الموضوع الذي يأكله المقياس لازم تأكد من ده قبل ما تقولها اتكلم على الاداء المتفاضلي لان قد يكون الاداء المتفاضلي ده يعكس اختلاف مستويات القدرة بين الذكور والاناس مثلا يبقى ما تقولش ان المفردات بتفاضي الذكور عن اناس وانت اساسا ما تقولش متأكد ان الذكور والاناس لم تلكوا نفس القدرة اذا لابد ان انا اتأكد قبل ما اتكلم على الاداء التفاضلي خلي بالكوا الكلام ده هو محتاج تأمل وتفكير ومناقشات وتتمنى ان يكون فيه صور من صور مناقشات بيننا وبعضنا لكن قبل ما تتكلم على الاداء التفاضلي وتقول ان المفردات دي يعني خصائصها السيكومترية تختلف بين الذكور والاناس اتأكد اولا ان الذكور والاناس لهم نفس المستوى من القدرة قبل ما تتكلم على النقطة ضيط لان قد يكون فيه فروق بينهم في القدرة اساسا ولا يتفروق في اداء المفردات اعرف الكلام ده ازاي يبقى قبل ما تتكلم على الاداء التفاضلي المفردات اتكلم على التست اكويتنج او تتأكد المفردات لها نفس المعادلة عادل ما بينهم الاول اعمل عملية معادلة الاول قبل ما تقارن الاداء التفاضلي لو حصل أن المفردة ما زالت تؤدي بصورة متبذلة بعد ما تأكدت بأن عملت متوازن بينهم يبقى في هذه الحالة ممكن نكلم على الأداء التفاضلي غير كده ما نقدرش طيب طبعا تستيكوريتي وده الحاجة المنتشر قوي يعني أكدر اختباراتنا بتستخدم بصور مختلفة اختباراتنا بتستخدم عشان نعين في وظائف وعشان ندخل كليات وعشان قرارات مين حيروح ومين حيجي ومور اختبارة جدا فعشان كده لازم أتأكد أن الصورة الاختبارية متكافأة يعني إيه لو أنا مثلا بعمل كلية وبأخذ الطلب في شهر يناير وبشهر مثلا ستمبر مش معقول هستخدم نفس الاختبار أنا عايز اختبارات مختلفة عايز أتأكد وبالتالي لابد أن أنا أعرف إيه إيه الدرجات المكافأة هنا وإيه الدرجات المكافأة هنا فالأمر ده التستي سيكوريتي ده مبرر آخر من مبررات كيف يتم في الطرق التقليدية وبقصد بكلمة الطرق التقليدية في إطار نظرية الاستقياس التقليدية أو نظرية الدرجة الحقيقية كيف يتم تستي إكويتينج فيه طبعا طرق اسمها المين إكويتينج وهي مساوال المتوسطات وهي معادلة المتوسطات وبتعتمد على الدرجة المعيرية وأنا مش عايز أتكلم لو في حد مهتم يقول لي وانا هزود المعلومات كتيرا جدا فيه كمية معلومات حوالين طرق التقليدية فما عارش مين مهتم ومش مهتم ومش عاوز في نفس الوقت أن أقول تفاصيل كد تكون مش مهمة لحضراتكم من الطرق التقليدية اللينير إكويتينج اللي هو المعادلة الخطية أن أنا أعمل شكل من أشكال المعادلة الخطية تardanيكويتينج اللي هي معادلة المائنيات المتساوية كد تكون الترجمة إكويتينج المائنيات والمتساوية، معادلاتها نعم يعني انا باخد مثلا المئيني هنا 10 وهنا المئيني 10 وهنا المئيني 50 وهنا المئيني 50 وهنا المئيني 100 وهنا المئيني 100 وتأكد طبعا بعد في شروط معينة هنشوفها حالا دلوقتي فاذا لكن تقولي دولة تقليدية في نظرية استجابة المفردة المنطق مختلف بتعتمد على ما يسمى ان احنا نحاول نجد حاجة اسمها اكويتنج كوفيشنت يعني ايه هنشوف الكلام ده حالا يعني بس نظرية استجابة المفردة لها طبعا دور ودور مهم جدا وتتفوق على الطرق التقليدية السابقة دي كلها اللي اعنا قلناها كيف تتم معادلة الصور الاختبارية في نظرية الاستجابة المفردة عندنا طريقتين حاجة اسمها هوريزينتال اكويتنج وحاجة اسمها فيرتكال اكويتنج برضو ده الفرق ما بين الاثنين يعني الفرق بين الهوريزينتال اكويتنج والفرتكال اكويتنج طيب احنا نتكلم حالا على الفرق ما بينهم ايه لكن الامر بمضتها البساطة لما يكون عندي مجموعة من الافراد مجموعة واحدة من الافراد او عدة مجموعات من الافراد تمام لكنهم في نفس المرحلة في نفس المرحلة العمرية في هذه الحالة بعمل حاجة اسمها horizontal equating اما لو كانوا من مراحل عمرية مختلفة ومن فرق دراسية مختلفة بنعمل حاجة vertical equating طيب تعال نشوف كده بشكل تفصيل اكتر ايه الفرامة بين الاثنين في الحالة دي بيبقى انا عندي صور مختلفة للاختبار وبفترض انهم متقاربين نخليبك من الكلام ده جدا بفترض ان الصور دي متقاربة في مستوى صعبتها بفترض ان الصور دي بتقييس نفس المحتوى الكنتنت بتقييس نفس المحتوى فها متقاربة ايضا في المحتوى بفترض اكتر من كده ان الافراد متقاربين في السمى متقاربين في توزيع السمى اللي انا بقسها فكل الكلام ده هو بيتطلب بان انا بتكلم على horizontal equating يبقى horizontal equating بيفترض ان انا عندي صور اختبارية لكنها متقاربة في مستوى الصعوبة لان لو كان في تفاوض كبير في مستوى الصعوبة او كان في اختلاف في توزيع لو كنت عندي اكتر من مجموعة يعني مثلا زي ما بيحصل في امتحاناتنا وبعمل اكتر من صورة اختبارية يعني عشان خطر الطلبة ميغلشوش من بعض وكلام زي ده لو انا افترضت ان الصورة الف مثلا تطبقت على الطلبة المتميزين اوي والطورة بيتا تطبقت على الطلبة المتاخرين اوي فالequating يبقى الكلام ده مش منطقي وما ده ينفعش مع الكلامنا لازم يكون فيه تقارب ولازاك احنا مثلا بنوزع في الامتحان بنوزع بطريقة شبه عشوائية فيكون في اختلافات طبعا لكنها ليست تختلافات جوهرية بين الافراد اللي بيجي لهم الصورة الف والاوراد بيجي لهم الصورة بيه انا بعمل كده horizontal equating ده المعادلة الفوقية المعادلة الرأسية بقى عكس الكلام ده هوا المعادلة الرأسية انا بكون متعمد ان انا اعمل من الاختبار صور اختبارية متباينة في مستوى صعوبتها يعني بعملها صعب وسهل وا ولا اخره وبعدين بفترض كمان ان الافراد نفسهم بيكونوا في مراحل عمرية مختلفة او في مستويات عمري او في مراحل دراسية مختلفة يبقى اذا انا بصورة متعمدة بعمل صور متباينة في مستوى صعوبتها ده في vertical خلي بالكم في vertical في مستوى صعوبتها زي ما بيحصل في ايه مثلا زي ما بيحصل في ايه في ان انا مثلا عندي اختبار زي اختبار ويكسلر او اختبار ستانفورد في ايه انا مش عاملوا المرحلة عمرية واحدة انا عاملوا المراحل العمرية المختلفة فالمفروض ان الاسئلة بتبقى متبينة في مستوى صعوبتها وبالتالي الاسئلة اللي بتطبق على المرحلة العمرية دي تختلف عن دي تختلف عن ديه طيب في هذه الحالة احنا بيكون عندنا vertical equating معادلة رأسية يعني افراد او حتى لو انا مثلا عايز مثلا اقس المهارة في اللغة العربية فممكن ان انا اعمل اختبار واعمل صور اختبارية الناس بس نقول ابتدائي وتاني ابتدائي وتاني ابتدائي وتاني عادادي الناس دي مختلفين فالصور الاختبارية مش هتكون متكافئة ده اسمه vertical equating ده يعتبر معادلة رأسية طيب ده اكسر صعوبة اكيد ده اكسر صعوبة ده اكسر صعوبة يعزيك على خلاف توزيع القدرة المفحوصين بيبقوا مختلفين مش ممكن اقول ان الطالب مثلا قدرة اللغوية للطالب في السنة تانية ابتدائي زي القدرة اللغوية للطالب زي اولى سنوي او زي تاني اعدادي في اختلافات ما بينهم فده بيبقى اساسي فيه vertical equating لكن ده لازم ما يكونش موجود في horizontal equating هذا النوع بيعتبر اكسر تعقيدا اكسر تعقيدا طيب اكيد اه اكيد حتى بعض الناس المتخصصين بيقولوا ان vertical equating ده ما ينفعش يكون في مجال ما ينفعش يقول عليه equating اساسا لان اكيد المحتوى مش واحد انا عشان اختبر الطالب مثلا في مهارة معينة او في جانب معرفة معين في الاعدادي غير السنة وشاف ان vertical equating ما ينطبقش عليه لان اختلاف مستوى صعوبة الاسئلة هاي خلينا نتناول محتوى مختلف فده وجهة نظر لكن ده في عشرات انا نفسي احنا بقى نبدأ نشوف كده عايز نشوف نتيجة فيديوهاتنا دي عايز نشوف بقى ناس تعمل بقى بتكلم على vertical equating كل اللي انا شفته الى الان horizontal equating يعني عندي اختبار مرحلة دراسية واحدة طلاب سنوي طلاب جامعة طلاب اعدادي هما نفسي باخد فئة من الطلبة سنة اولى بعمل لهم امتحان لان عايز اعمل مثلا مادة اتحان في مادة الرياضيات لعدة مستويات مختلفة بس اللي امتحان اللي اولى اعدادي وتاني اعدادي بس كله في القدرة الرياضية مثلا فده هيعتبر vertical equating بس في بحوثك اجنبية كتيرا كتيرا جدا حوالين vertical equating والبيلوج مثلا بيعمل vertical equating ايوه وحنشوف مع بعض ازاي نعمل vertical equating في حالة بالبيلوج ام جي طيب لما اجي جمع المادة يعني اطبق المقياس بطبقه زي عندنا اكتر من طريقة جمع البيانات وتطبيق الاختبار وخلي بالك كل طريقة من دولت لها اسلوب او لها معالجة معينة عند التعامل مع برنامج المالتي لوجي وده والبيلوج وكل لما اجي اعمل equating يتوقف طريقة ال equating على اي طريقة اي الطريقة من الطرق اللي حتكم هتشوفوها دلوقتي في جمع المادة العلمية او في تطبيق الاختبارات في حاجة اسمها single group design احنا عندنا حاجة اسمها تصميم المجموعة الواحدة او تصميم تجريبي او لا ايه دوت اسمه single group design وده بيبقى شكله عام ازاي حتكم شايفين في الصورة دي عندي مجموعة اسمتها لسبجروب زو واحد وسبجروب اتنين المجموعة الاولانية شايف خدت الصورة الاولانية المجموعة التانية خدت الصورة التانية رجعنا يعني مرة تانية ده فيه time واحد لاحظوا عندنا time واحد و time اتنين تمام لاحظوا عندنا نرجع تاني بس كده يبقى احنا عندنا يبقى احنا كده عندنا time واحد و time اتنين time الاولانية في اول مرة سبجروب واحد خدت الصورة الفورم x وسبجروب اتنين خدت الفورم y ثم مرة تانية اعادنا الموضوع مرة تانية بحيث ان السبجروب واحد خدت على الفورم y وسبجروب اتنين خدت الفورم x طبعا هدفنا ان احنا نشوف الترتيب وكلام ده خلي بالك ده مهم جدا يعني الناس ليه بتعمل اكويتنج لان انا مثلا بعمل دراسة تجريبية على سبيل المثال وبعمل قياس قابلي وبعد وتتبعي ده بيحصل في كتير جدا من بحوثنا للاسف الشديح همتستخدم نفس الاسئلة بنفس الاختبار بنفس الكلام بنفس كل حاجة في القبلي والبعد وتتبعي هل قدرة مشاهدة الطالب لنفس الاختبار اكتر من مرة من زي بيخليه اختسب خبرة وبالتالي اللي ارتفاع في الدرجة ده قد يكون ليعكس الارتفاع في السماء ولكن ارتفاع فيه قلفة الشخص بالاختبار ورد جدا فاذا لما بعمل صور متكافئة انا عايز ان انا اقلل من تأثير الطريقة او تأثير ممارسة الطالب للاختبار طالب اول مرة في القياس القبلي ما كانش عارف حاجة عن الاختبار فحاجة غريبة بالنسبة له في اول مرة اشوفه تجي في البعدي تديله نفس الاختبار تجي في التتبعي تديله نفس الاختبار طب بعد اكيد بقى عنده قلفة بالاختبار وبقى عارف يتحل ازاي وعشان كده بعض الناس بيحاولوا حلها زي المشكلة بيعملوا صور اختبارية مختلفة ودي احد اسباب برضو ان احنا متمين بالتست اكويتنج عشان قد نعمل معادلة بين طبعا مين هيعمل كده بقى مين عايز استخدم صور اختبارية وبعدين يعمل معادلة وبعدين يعمل معادلة وبعدين يختبر استخدم بقتي تست ولا تحليل تباين هو عايز يبقى ايا مرة واحدة لكن ده في حد ذاته شغل تاني لكن شغل محترم وشغله راقي اتمنى ان احنا نشوفه طيب بتاء التصميم الاولاني فيه تصميم تاني اللي هو الـ الـ المجموعات المتكافئة بصورة عشوائية وده قلت ده صورة موجودة كتير جدا يعني مجموعات متكافئة لكنها متكافئة بصورة عشوائية زي ما بيحصل في ايه ان حدتك مثلا انا استاذ مادة وده بعمله كل سنة تقريبا بعمل صورتين او اكتر من الاختبار بقول ان بلغبطهم كده وانا بصور الامتحان ثم في اللجنة هم كمان بيلغبطوها تاني وبعدين يوزعهم مش ممكن هذا الامر حيخليني الى نحصل الى حد كبير جدا هتبقى مجموعات متكافئة مش ممكن حيكون الناس اللي حجلهم الصورة الف حيكون الناس الطلبة الشطرة بينما الصورة بية طبعا ده مش هيحصل فده شكل من اشكال اللي مسمى test equating وده طبعا يعني بيبقى الى حد ما جميل وممتاز ويعني بيبقى سهل جدا في التعامل معه برنامج البيولوج mg زي ما هنشوف برضو مع بعض يبقى خلي بالكو بس من التصميمات التجريبية عشان ميجي نتكلم على الموضوع ده طيب فيه تصميم تاني فيه تصميم بقى ده صورة التصميم الاكويفلنت انا عندي مجموعة واحد ومجموعة اتنين مجموعة واحد خدت الصورة اكس ومجموعة اتنين خدت الصورة واي دول مجموعات مصاب جروب زي ذات تاني مجموعات ولكن بافترض ان المجموعات دي متكافئة بصورة الاخترطون بصورة عشوائية زي ما قلت المثال اللي انا قلته ده منتشر كتير جدا وكتير جدا من زمائلنا بيعمله نفس نفس هذا الكلام ان انا بعمل صورتين من الاختبار وبعدين بوزع الصورتين دولت ده بياخد نص المجموعة وطبعا لانها عشوائية مش ايما على حاجة فيه قدر من التكافئ لكن هذا افتراض قد ليكون مش متحقق هذا الافتراض قد يكون متحقق وقد يكون غير متحقق مقدرش اجزم بي ولذلك بنجد ان التصميم الاكثر شيوعا هو التصميم اللي جاي ده تصميمات اللي هي المجموعات غير المتكافئة ولكن طبعا غير متكافئة ولكن مع وجود الانكور الانكور تيست هي عبارة عن مفردات بتبقى مفردات مشتركة بين الصورة الف والصورة بي يعني عندي مئة سؤال في الصورة الف ومئة سؤال في الصورة بي لكن فيه جزء منهم مشترك يعني 10 اسئلة هنا و10 اسئلة هنا يعني فيه 10 اسئلة مشتركة بيسموها الانكور تيست او الانكورز ايتمز دي شاكل اللي لحظوا هنا انا قلت ان انا عندي الجروب 1 والجروب 2 لحظوا الدواير واحدة مرفوعة شوية واحدة نزلة شوية عشان قولهم مش متكافئين حتى السهم كده وطعه عشان قولهم مش متكافئين اذا في هذه الحالة لكن لحظوا في حاجة اسمها كومان ايتمز هنا اذا ده الصورة الاكثر انتشارة برضو كتير جدا لما بيطبق بيعتمد على فكرة الكمان ايتمز او الانكورز ايتمز العبارات المشتركة او العبارات الموجودة بينهم بسموها عبارات مشتركة شو بقى انتو ترجموها ازاي الانكورز ايتمز دي طب دول يبقى عددهم كام يعني يبقى حط كم مفردة مشتركة يتوقف الامر سبعا فيه واحد زي انجوف وبرينا وكولين 87 قالوا انه ممكن يعني يكون الايتم دي يجب ان تحكون حوالي على الاقل من 20 ل 30 في المية يعني حتى لو عامل في الصورة الاختبارية 100 وده 100 يكونوا فيه من 20 ل 30 سؤال موجودين مشتركين ما بين النسختين يعني متكررين يعني على الاقل طبعا عشان خاطر هو كاتب اتليست على الاقل لو انا بقى زي ما قلت 100 يبقى عايز 20 ل 30 مفردة تكون مشتركة وهنا 70 او 75 هتاخد كام مختلفين بين الربط قد يكون ربطي داخلي وربطي خارجي ليه الكمان ايتمز لو هتخش الكمان ايتمز خلي بالكو كلام يعني مش عايزين نقوله كبير وخطير ومهم ومحتاج تأمل ومحتاج تعليقاتكم وعايز بقى كلام كده ايه يعني لا يا دكتور محمد الحتة دي جات منك غلط يعني اقلت بتعلم منكم حاجات كتيرة جدا يعني يا دكتور محمد لا في الحتة دي كان افضل يعني في حد الكازة يعني فتدقوني بتفتحوا لي مجالات كتيرة جدا اللي لدينا الانترنال اكسترنال انكور تيست لو كانت المفردات المشتركة دي هتخش في حساب الدرجة الكلية للفرض يبقى اذا دي انترنال لو كانت هتستبعد بيسموها اكسترنال انكور تيست طيب شروط معادلة الاختبار عشان اعمل معادلة ما بين صور اختبارية او ما بين اختبارات مختلفة لابد من توفر شروط معينة الشرط الاولاني حددوا لورد حددهم لورد في اربع شروط ومنتشرين جدا في الاختبارات المختلفة نفس المفهوم اكيد مش نفس الكونتينت مش نفس المحتوى مش نفس المحتوى نفس المفهوم يعني عندي اختبار بياقص القلب واختبار التاني بيسم الالة عندي اختبار ده بيسم زكاء يعني في حد يعمل لنا تستيكويتنج وما بين ستانفورد وما بين ايه الدرجة هنا دي بتقابل ايه نهوة او واحد يعمل لنا مثلا مقياس بتاع الاكتئاب ويقول لنا الدرجة بتاعته مثلا في مقياس اخر بتاع بيكو مختلف او بتاع كذا يقول لنا الدنيا ماشية زي او واحد مثلا بيتكلم على مقياس بيقيس سمة معينة وليكن مثلا بتاع البيك فايف ومقياس اخر عمله مش عارف مين ده بتاع كوستان وماكريه وده بتاع كذا ويعمل لنا تستيكويتنج الموضوع لكن لازم يكونوا نفس المرة تانية قاسم نفس الكونستراكت الاكوتي ما معنى الاكوتي بان الدرجات يعني تحل محل بعضها يعني تكون متكافأة يعني الدرجة هنا لها معنى او تحمل في الصورة المقابلة بحيث ان هما الاتنين يستخدموا كبدائل عن بعض وده هدف الاكويتنج بالصورة الاساسية التماثل بمعنى ما يختلفش لا تختلف النتائج باختلاف اي صورة اخذك كصورة مرجعية ما احنا غالبا ببقى عندنا صورة مرجعية وصورة تانية بتنسب اليها صورة مرجعية وصورة تانية بتنسب اليها انا عندي اكتر من الصورة يبقى في واحدة مرجعية والباب ينسى بيرجع لو حتشوفه لما تيجي تعملوا المعادلات ما انا باخد ايه ما انا باخد واحدة والتانية بقوله والله دية الدرجة على دي تكافئ كذا عند الدرجة التانية بقى دي مرجعية بالنسبة لي لو واحد جايب عشرة هنا يبقى جينه جايب على التانية سبعة يبقى واحدة لو جايب هنا على دي تلاتة يبقى لازم اثنين يبقى اثن ديها دي في واحدة منهم مرجعية ما تفرقش بقى الدرجات مين مرجعي ومين كذا ما تفرقش استقلالية بمعنى برضو ما تختلفش ما تتوقفش من المجموعات اللي انا استخدمتها في عملية التكافئ ما مش هستخدمت المجموعة دي واصلت لحاجة ومجموعة تانية بس اخدمت حاجة بها ده كلام بقى مش علمي استقلالية لازم يكون ساموه البابليشن انفاريانس بقى نتاج لا تتأثر بالمجموعات المستخدمة مش كل ما هستخدم مجموعة هطلع على حاجة على ما يسمى معاملات تساوئ او المعادلة مختلفة يبقى برضو الكلام ده مش منطقي لابد انها تكون مستقلة ده شرط من اساس استخدام الائتم نثون ثيري فايتم نثون ثيري ما يتوقفش على الناس احنا قلنا انها لا قدرة الفرد توقف على الائتم ولا الائتم تتوقف على الافراد اللي لا يستخدم عليهم فطبعا دي برضو حاجة من ضمن نظرية القاسة الحديثة اللي كانت مميزة طيب لو انا حبيت ان ايه المراحل في اطار زيت استجابة المفردة الناس حديدت ثلاث مراحل عشان تعمل test equating المرحلة عنية ان انت تعمل calibration تحدد معالم المفردة حاجة تانية انك انت تعمل تحصلين على اللي هي المعادلات الخطية اللي احنا هنشوفها حالا دلوقت ثم الراحة التالتة ان انت تعدل الدرجات بحيث انها تبقى على نفس الميزان يعني بصورة معادلات لو احنا كنا بنتكلم على ده مثلا 3 parameter logistic model عايزين نجيب الequating coefficient الناس بتتكلم على انك انت تقول ستا 2 ستا 2 دي معناها قدرة الفرض لو احنا كنا في الصورة التانية يساوي ايه بدلات الصورة الاولانية بقى الصورة الاولانية هنا الرفرنس بتاعتي ستا 1 طب والأول بي دول بيجابه ازاي ده طبعا ده دور التستي اكويتنج ان يوصل لكم الكويفيشن دول بيسموهم اكويتنج كويفيشن افترضنا ان الائتم يبقى ايه على كابتال ايه طب والايتم او الايتم يبقى ايه بي وان بي وان طبعا ده معامل صعوبة المفردة الاولى بدي الطريقة اللي ما جيب بيها معامل صعوبة المفردة التانية وده اللي بجيب بيها معامل مفردة التانية ومفردة تانية وده معامل التخمين ده المعادلات اللي بتستخدام لكن كيف يجيب ايه وان اجيب به ازاي كيف يجب الحصول على ايه واجيب بي كيف يتم حساب ايه وابي وبرضه في اطار نظرية الاستجابة المفردة كيف يتم حساب ايه وبي رمي انا الاعارفت ايه وبي كل الكلام ده تحل ان طبعا عندي ستا واحد انا جايبها من اعملت broken ده هايديني ايه? هايديني ببساطة السيتا بتاعة الشخص ده هو الصورة الاونية والسيتا اللي موجودة يبقى القدرة هنا بتقابل قدرة ايه لو انا كدرتي على الاختبار ده بكزا يبقى انا لو كنت اخدت الاختبار التاني يبقى قدرتي التانية بكزا فطبعا السيتا واحد وسيتا اتنين وايه واحد وايه اتنين والبي واحد وبي اتنين كل ده معروف كل ده معروف اللي مجهول بالنسبة لي بس هي الايه والكابتة ايه وكابتال بي بسموهم الاكويتنج كوفيشنط عشان اقدر اعرف والله يقول معامل تمييز المفردة التانية ده بيساوي ايه واحد على كابتال ايه فبالتالي اقول دي بيعادلها كذا دي بتعادل كذا دي بتعادل كذا تمام وبالتالي اقدر اعرف مين فيهم اللي كان اكثر صعوبة مين فيهم الاقل صعوبة فتوقف الامر على ازاي احسب ايه وبي في اكتر من طريقة برضه مش هدو خش في المعادلات وكذا فبصورة سريعة برضه لو حد مهتم يقول لي في حاجة اسمها مين 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 مثل يعني متوسط متوسط طريقة دي قدمها لويد وهوفر سنة الثمانين في طريقة تانية اسمها المين سيجما سيجما طبعا هي جايب من الحراف المعياري اللي هو الستاندر ديفيشن يعني مثل برضه مقدمها ماكرو سنة السبعة وسبعين في طريقة تانية اسمها هيبرو ايتم يتعمل على المنحنة المميز للمفردات وانه بيحاول يقلل المسافة بين الكمان ايتم المفردات المشتركة المفروض ان انا بحاول اختار ايه وبي دولت بحيث ان يكون الفرق بين المنحنة المحنيات المميزة لكل مفردة من المفردات من المفردات المشتركة اصغر ما يمكن يعني بحاول اعمل مينميزيشن طب وبي اعتمد على ايه طبعا اكيد باعتمد على مربع الفروق يعني جيب الفرق ومجيب مربعه دي لكل مفردة ده طريقة الايتم اللي بتاعت هبرو سنة الثمانين لكن طبعا في طريقة تانية اكثر انتشارة مستقبل واحد اسم ستوكينج ولورد سنة الثلاثة والثمانين دي بتعتمد على ان انا مش اخلي الفروق بين الايتم كاراكتريكس كيرف اص اصغر ما يمكن يعني بحاول اقلل بين المسافة بين الاختبارات نفسها بين الايتم فازالك هو بيكلم الفروق بين الاختبارات برضو كل طريقة من الطرق طولت لها اسلوبها ولها معادلاتها واتمنى برضو في تعليقاتكم لو حد مهتم بالطرق دي يبقى يقول لي وممكن ازوده بمراجع وازوده بحاجات كتيرة جدا طيب تعالي نشوف مع بعض بقى البيلوج ممكن ان يعمل الكلام ده ازاي حنيبدأ ان لفيويديو ده حوالين الاكوفيلانت جروب ايكويتنج انا هنا ده مش من الاكوفيلانت جروب ايكويتنج يعني انا هافترض ان انا عندي المجموعات متكافأة زي ما قلت ان هزي طريقة بيفترض فيه زي ما بيحصل في معظم الاحوال صيحة هو ده افتراض قد يكون متحقق وقدوري متحقق لأحنا نبدأ بس بالاكوبلنت جروب اكويتنج. في اكوبلنت جروب اكويتنج أنا عاخد طالما ان انا افترضت المجموعات طالما ان احنا افترضنا ان المجموعات متكافئة يبقى من ضروري ان انا هافترض ان انا عندي كأن ايا كان عدد الصور اللي عندي وايا كان عدد المجموعات اللي عندي ففي هذه الحالة سافترض انهم جاءاتوا من نفس المجتمع. وبالتالي عندما هنتحدث عن برنامج البيلوج مجي ونخش على البيلوج هتجدني ان انا مش هجيب سيرة خالص المجموعات. يعني انا هستخدم في المثال اللي هنقدم ان شاء الله في الفيديو مباشرة بعد هذا الفيديو جانب التطبيقي. هنتكلم مع حضراتكم بفكرة ان انا هجيب مجموعتين. هطبع على كل مجموع. انا عندي اختبار عبارة عن اربعين سؤال. اسمتوا لصورتين كل صورة عبارة عن عشرين سؤال. في الصورة الاولى ليلة عشرين تطبقوا على متين. ولا عشرين تانية تطبقوا على متين تانين من الافراد. الا اني لما هاجي هتكلم لان اتحدث تماما عن المجموعات. هتحدث وقت عن الصور. ولما اقول صور يبقى هتحدث عن ان الصورة تطبقت على متين وهي تتكون من عشرين سؤال. والصورة التانية تطبقت على متين اخرين. وهم ايضا وهي مقدة عشرين سؤال. هللاحظ حاجة مهمة جدا. في الاكويفلنت جروب ايكويتنج. انا ما عنديش كومان ايتمز. ما عنديش كومان ايتمز. انا ما يكون عندي نان اكويفلنت جروب. مجموعات غير متكافأة. وده حيكون برضو في الفيديو القادم لما نتكلم على البيلوج ام جي. لان طبعا عندنا حنتكلم برضو على المالتي لوج. والممكن نعمل الكلام ده هو باستخدام المالتي لوج ايوة وحننفزه برضو. فبالتالي المثال بتاعنا اللي حيكون في الفيديو القادم مباشرة هو عبارة عن اختبار مكاوة من اربعين سؤال. قسمها الى صوراتين. الصورة قلنا فيها 20 سؤال. الصورة التانية هنا فيها 20 سؤال. الصورة الاولى تبقت على 200 شخص. والصورة التانية تبقت على 200 شخص يعني عندي مجموعتين. الا ان tener las ma purchase mgewan una dema. لان اتحدث بأي صورة من الصور عن المجموعات مش هتجدني ان انا في الكود اجيب سرة المجموعات. انا هتكلم فقط عن الصور. عكس اتكلم ده هو لما يجي هتكلم على a successful with agreement. لازم اتكلم على المجموعات ولازم اتكلم على الصور. ولازم اتكلم على الكمان ايتم بيبقوا ثلاث حاجات ده هيكون في الفيديو القادم ففي فيديو القادم ان شاء الرحمن هيكون فيديو تطبيقي على برنامج البيلوج امي جي ارجو يكون الفيديو عجبك وانا بتمالي بحب افصل الجانب النظري عن الجانب التطبيقي علشان خاطر المهتم انه يفهم يبقى الفيديو ده هو تاخد وقته والناس تفهم القصة دي وشوف تعليقاتكم ثم ننتقل الى الجانب التطبيقي اللي انا من وجهة نظري اسهل بكتير جدا من الجانب الجانب النظري لو احنا فهمين نظري صحة منطق للجانب التطبيقي مرة تانية لو عجبك الفيديو عمل له لايك تعرف حد يستفيد بيعمل له شير في جميع الاحوال او اعطي ان تستعمل سبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته